الملف التجاري أهلا بكم للزراعة مساهمة ملموسة في دخل الفلسطينيين وصادراتهم وأمنهم الغذائي وفرص العمل المتاحة لهم ولها رمزيتها كشكل من أشكال تمسكنا بالأرض تابعنا معكم بالحلقة السابقة جملة من إشكاليات القطاع الزراعي في فلسطين في حلقة اليوم سنتابع المزيد بهذا الملف مع الجهات المختصة ومزارعين من مختلف القطاعات الزراعية ساعين للوصول لواقع زراعي فلسطيني أفضل بداية دعونا نتابع هذه الإحصائيات الخاصة بالقطاع الزراعي الفلسطيني ومن ثم نعود للبدء بحلقتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدينا بإسمكم نرحب بوزير الزراع رياض العطاري وصلاحاني رئيس جميل حماية المستهلك ووجيه أبو خزران نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة طباس أهلا بكم بإسمكم أيضا أرحب بجمهوري الكريم من قطاع المزارعين من مختلف محافظات الوطن نبدأ معك معالي الوزير مرة أخرى أنت ضيفا على الملف التجاري أهلا وسهلا بك لماذا يعاني المزارع الفلسطيني إلى الآن من قضية عدم تأمين المحاصيل الزراعية وعدم تأمين المشروع الزراعي بشكل كامل قانون التأمين لماذا لا يشمل القطاع الزراعي الفلسطيني أنا لا أعتقد أن هناك دولة تستطيع أن تكون بهذا الواجب ولذلك كما أشرت في الحلقة الماضية في كل الدول العربية لا يوجد تأمين زراعي إلا في المغرب العربي على سنف واحد وهو القمح لدينا مشروع مع الاتحاد الأوروبي سيبدأ يعني هو بدأ في العام الماضي ويعني سيكون هناك جهد كبير جدا من أجل إنجاز ثلاث بوالس تأمينية على ثلاث من المزروعات اثنين من الخضار وسنف حيواني ولكن يجب أن يعلم الجميع بأنه إيش هم أصناف الخضار اللي أرسي يعني البندورة إذا لم تخني الذاكرة وربما الفراول أعتقد على سبيل العنب أسف على العنب والدواجن نعم ولذلك أنا أعتقد أن هذا موضوع كبير يعني ليس سهلا نحن المجتمع الفلسطيني له خصوصية تختلف عن كل يعني أنحاء العالم لدينا مشكلتين نعاني منهم الاحتلال أولا والظروف المناخية المتغيرة تانيا لذلك حجم الخطر في التأمينات الزراعية كبير جدا أنا قبلت معظم شركات التأمين لا يوجد أي شركة فلسطينية لديها الاستعداد على أن تدخل يعني في هذه كما يسموها لكن عندما يكون هناك قانون تجبر شركات التأمين بأن يكون لديها استعداد لتأمين المحاصيل الزراعية لا يوجد قانون في العالم يجبر شركة التأمين أن تتبنى نوع من التأمين كما تحدثنا بالحلقة السابقة حضرتك فلسطين حالي خاصة خصوصا أن معظم أبناء شعبها شركات التأمين هي كطاع خاص هي قريبة جدا على الزراعة فقط فبالتالي يجب أن يكون هناك الوضع الزراعي له خصوصية في عنا بالبلد له خصوصية في قناعتي وثقافتك وثقافة المزارعين وشكل من أشكال مقاومة الاحتلال تأمين الزراعي لا ينجز إلا الشركات الكطاع الخاص ولا أعتقد أن هناك شركة يمكن أن تأخذ بهذا إلا إذا كانت مدعومة وإذا كانت بالفعل لديها ضمانات من أي دولة للعلم ليس التأمين الزراعي الكروض الزراعية في الكطاع المصرفي يعني لا يشكل 1.5% من المحفظة الإجمالية وحتى شركات الإقراض الزراعي الموجودة لدينا مجمل يعني الكروض الزراعي التي منحت في عام 2018 تشكل 14% يتم التعامل مع الكطاع الزراعي باعتباره حالي خاصة هل لديك فكرة عن مجموعة الكروض الزراعية التي منحت للمزارعين بعد جائحة كورونا في 2020؟ أنا أعتقد بأحسن الأحوال لم تصل إلى 5% من المحفظة المالية وهناك يعزوف كبير لدى البنوك ولذلك الحكومة الفلسطينية فعلا دعمت إنشاء مؤسسة الإقراض الزراعي حتى تكون هذه المؤسسة الحكومية بإعطاء كروض أقل فائدة لأنه كل المصاريف الجارية والنفقات الرئيس المالية تغطى من كبل الحكومي وبالتالي لا يوجد هناك أي نية ربحية من وراء هذه الكروض نعم أستاذ أنتقل لحضرتك أستاذ صلاح أهم السياسات التي برأيك يجب أن تتخذ سريعا والتي هي يجب أن تكون حامية وعادلة ومنصفة للقطاع الزراعي وتساهم بإنعاشه وصموده واضح أن المزارع هو في نظرنا كجمعية حماية المستهلك هو مستهلك فقير تتوجب حمايته وبالتالي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلد لازم تنحس يعني بداية إجابة بجملة رائعة منصفة تمام الإنصاف للمزارعين يعني واضح أنه القطاع الزراعي في قصص نجاح في شيء نفتخر فيه بحاجة لعملية إسناد من الحكومة الفلسطينية بس مش بس الحكومة لحالها يعني فيه جزء مسؤولية على القطاع الخاص يدخل في مجال تصنيع الزراعي بدأت بعض الشركات الكبرى تدخل على القطاع الزراعي تعمل بدأت بعض المشاريع الشبابية آليات دخل الشركات الكبرى والقطاع الخاص على القطاع الزراعي آليات دخلهم يعني إحنا عملنا مؤتمر مع اتحاد الجمعيات المزارعين وحكينا عن موضوع المنافسة وعدم الهيمن على السوق إحنا بهمنا أنه يكون فيه شركات زراعية كبيرة ولكن بهمناش أنه نصحق المزارعين الصغار ونخرجهم من السوق إحنا بهمنا أنه يكون فيه شركات زراعية كبيرة تدعم المزارع الفلسطيني مش تكون ندئلوا وهون اتفقنا أنه ما فيه عملية احتكار بالمفهوم الاقتصادي الزراعي في الشركات الموجودة فيه عملية هيمنة إذا أنت كل سلسلة الإنتاج موجودة عندك فبالتالي المزارع الصغيرة شو بده يعمل؟ نعم بصفي مزارعين الدواجن بر القطاع إذا فيه حدا هيمن على قطاع تربية الأغنام واستيراد الغنام والعجول فعشان هيك ما نعملنا مع وزارة الزراعة مثلا في موضوع الكوتا لاستيراد العجول نعم أنه نحط أسس واضحة شفافة يصير فيه الخراف أنه فيه إمكانية لتطبيقها بشكل جيد ما يكونش فيه هيمنة من أي طرف وكمان الطرف اللي باخد رخصة الاستيراد وستورده لو هناك قوانين وستراتيجيات واضحة لتحديد صلاحيات ودعم الإمكانيات الصغيرة والحد من الهيمن على السوق كنا شاهدنا مثل هذه الإشكاليات؟ لا بالتأكيد لو فيه قانون للمنافسة ومنع الاحتكار نعم لو فيه تنظيم للقطاع الزراعي بمعنى أنه الكل يستفيد في براحله النهائية وبنفس الوقت يكون فيه سعر عادل للمستهلك إصدار هذا القانون من صلاحيات من؟ هو مرتبط بشكل أساسي وزارة الاقتصاد نعم لأنه الأساسي الشركاء مع وزارة الزراع أقصر ولكن وزارة الزراع شريك استراتيجي في هذا الموضوع نعم سنعود حضر لا لا بس في هذه النقطة مجلس المزارع بالقراءة الثانية يناكش قانون المنافسة نعم جميل ننتقل الآن لمزارعينا في طباص أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ وجيه يعني حبي نسمع من حضرتك أبرز الإشكاليات التي واجهها المزارعون في طباص الإشكاليات بتواجهها المزارعين سيطرت الاحتلال على مصادر المياه وحوض الأقوى من ناحية المياه هو النوع هو الحوض اللي بيجي على نهر الأردن يعني منطقة الأغوار هذا فيش ولا واحد بيقدر يقدم عليه حتى فيه آبار كانت تطلع ميتين كوب بحشوا فيه جنبها آبار الإسرائيليين ونشفوها وصاروا يقطروا لهم في القطارة عليها نعم الشغل الثاني طباص كل هاي المساحة اللي فيها بحدود خمسة سبعين في المية منها مناطق سيه يعني تقريبا ما عندي يعني أنت أخبر بصفتك في الحكومة يعني هاي المناطق الناس كاعدة فيها في الموت الناس كاعدة تحت قصف الدبابات والرشاشات والمدافع بس ثابتة في أرضها بحكم أن هناك في مناطق تدريب عسكرية مناطق تدريب عسكرية نعم إحنا عنا في مناطق الأغوار لما يصير عندهم مناورات بتيجي دبابة تنبشي على تكريبا ألف متر مواسير بتعملها زي البسكوتي نعم هذا بتطلب من المزارع جهد أو يعني بأخذ من دمه تأخذ من دمه لأنه لما تشوف مزرعته بده تبس اللي صروا ثلاثة شهر أربعة شهر جاي بده يقطف اليوم نعم وتروح كدامه في الليل والنهار بشتغل تحت الموت تحت الطخ تحت الضرب بشتغل فيها جراراتنا الزراعية بش ولا يوم المنطقة اللي بحطوا فيها بأخذ اليهود الجرارات تخلى من الجرارات من المزارعين الطوباص نعم بحجة إنه والله إنت جيت في وقت فيه مناورة أو ممنوع أو منطقة عسكرية نعم لأسباب أمنية لأسباب أمنية لأسباب أمنية الشغل الثالثي إنه إحنا منطالب يعني بجوزز عن معالي الوزيري أو كل كذولة ده معالي الوزير جاي عنا اليوم عشان يظهر حماية السوق حماية السوق الفلسطيني نعم يعني معالي قبل شوي كان أنا أخذ قرار في منع البطاطا ومنع الليون من الدخول أراضي الفلسطينية نعم البطاطا تقريبا صار ثلثين هيا في الأراضي الفلسطيني صار طالع ضائل ثلث نعم المفروض إنه هذا القرار تخذ 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 من وقت سابق من قبل أكثر من شهر نعم طيب هلأ إحنا وياك وسادة المشاهدين ومعالي الوزير رح نرجع لك أكيد حضرتك بس بس كلمتين عن الليمون لأنه كان إحنا ما عندناش ليمون تفضل معالي الوزير أنا إذا بضمن إنه سوقي محمي في الليمون أنا بغرك السوق الفلسطيني ليمون تمام تمام سنعود لك أكيد استكمال مزيد من السماع من هذه الإشكاليات لكن إحنا وياك ومع الوزير والحضور الكريم سننتقل إلى الشارع الفلسطيني مرة أخرى ولسماع لهذه الشهادات من المزارعين في طباص تابعوا معنا صار شويت إنجرافات وقمت معالجتها صار إنجراف المخفض الأولاني والثاني الحمد لله لا كان الإشي تمام وسليم كيف عالجتها؟ غيرت اتجاه القن المي بواسطة العد اليدوية خلينا نحكي ما في عنا كثير شغلات اللي يقدروا حد بإمكانيات الموجودة والله هل تواصلت مع مزيرة الزراعة حتى تساعدكم؟ باتواصل مع السيد أشرف دائرة الزراعة جنين ومشكور ما قصر له ولا وزارة الزراعة أنا في دائرة الزراعة كله ما حداش قصر ماذا قدمت لكم؟ الأشتال الأشتال المشكورة الأشتال كلها من عندهم وقسم من شبكة الراي برضو كمان هذا القطاع أولا مهم جدا من نسبة المزارعين سواء النحالين أو غير النحالين لما يستفيدوا من نشاط النحل وجود النحل هو عامل مهم في تلقيح كثير من الأشجار الفاكهة والخضار العائلات الفلسطينية تشتغل في هذا المجال أكثر من 2500 عائلة هذا اللي بيشتغل بشكل مباشر وهناك عائلات أخرى قائمة على التصنيع والتسويق تشتغل بهذا القطاع بشكل غير مباشر غير عن اللي بيستخدموه لأمور تجميلية أو طبية ما ننتجه بأحسن الحالات لا يزيد عن 1000 طون احتياج فلسطين من العسل أكثر من 2500 طون الباقي يتم تلبيته من المستورد ومجهول المصدر هذا بشكل عبئي كبير المفروض أنه يتم تسويق المنتج المحلي لأنه أصلاً هو عسال بنوعية جيدة ومفحوصة ومطابقة للمواصفات الفلسطينية وغير الفلسطينية لكن مجهول المصدر مالوش أي اعتبار مشاكل من واجهها اللي هي مدخلات الانتاج درجة أولى مرتفعة عنها من واجه المنتج اللي بالسوطنات بفوت علينا باسم بعض مرات باسم منتج غزة أمور زي هاي من واجهها طبعاً دارة الزراعة بنلاقيش منها دعم زي مثل كل كالكيلي عنكوديه أريحة عنكوديه الأغوار عنكوديه يعني مش شايفين إيش اللي جنين يعني هي المشاكل يعني لا تكتصر لو بدك تحكي عن مشاكل المزارعين لا تكتصر بتقرير أو كذا مشاكل المزارعين كثير بس حقيقة المزارع يعني الله أنت صبر لأنه عنده ميز المزارع مش عارف كيف خاصة في فلسطين وأجره بسبعين أجر اللي يتحمل هاي المشاكل أو التحديات اللي بتواجه ومن ضمنها اللي هي ارتفاع مستلزمات الانتاج أربع ضعاف في الماضي من ضمنها العوامل البيئي الجوية اللي بتقل سنة سواء سقيع أو الدفعات طيران البلاستيك وتأخير طبعا الجهات الداعمة أو الكشف على الأضرار السوق كمان السوق قبل فترة شفتوا الخيار كيف يعني صار وضعه يعني كمنتج معين يعني أكثر إشي وكل الأصناف بشكل عام كانت متدنية وما زالت بعض البندورة حاليا يعني بالحضيط يعني هاي الأهم التحديات بالإضافة إن المزارع مش فيه مشتريات ومقاصة يعني الاسترداد الضريبي يعني بتمنى إنه ما يقعد سنة وسنتين تار يرفعوا الملف ويرفعوا الملف لسنة منه يرتدل يسترد استحقاقه المزارع من العائد الضريبي اللي هو حق إله بالطبيعي وحق يعني أنا مزارعين بتصلوا فيه بنا نشتري بلاسك مش راضين يبعونا بنا نقدة يعني هذا الإشي يعني المزارع بالرغم من كل التحديات يمصمم إلي ظل ينتج ويطعم يطعم ابنه وابنك من منتجات المحاصيل الزراعية كنا معكم في الشارع الفلسطيني وهذه المقابلات مع جملة من المزارعين في جينين وطباس نعود باسمكم مرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام حضرتك ممارسات الاحتلال حول ضد الزراع الفلسطينية لم تتوقف عند المياه الجوفية وصحب المياه الجوفية تعدتت أشكال اعتداءات الاحتلال على الاحتلال الإسرائيلي قلع 2 مليون و700 ألف شجرة من 67 وحتى الآن في شهر في شهر يعني شهر الحالي إحنا موجودين فيه حتى الآن تم اقتلاع ما يصل إلى 5000 شجرة زيتون الطرق الالتفافية في الضفة الغربية طولها 960 كيلو متر ولذلك إحنا نتحدث ما بين مستوطنات وجدار وطرق الالتفافية 40% من مناطق سي ولذلك إذا كنا متحدث عن الزراعة نتحدث عن الأرض الاحتلال الإسرائيلي لديه استراتيجية واضحة بإخلاء هذه المناطق من السكان وهي أراضي خصبة وهي أصلا أراضي صالحة للرعي بالأساس أيضا ليس فقط للزراعة بدي أعود كمان مرة أو أعود للجمهور الكريم المواجد معنا في الاستوديو أهلا بكم جاهزين لاستماع لمداخلاتكم والإشكاليات التي تودون استماع حلول لها من معالي وزير الزراعة والأخوة الكرام المتواجدين معنا من بحب يبدأ قصص نجاح شبابية موجودة في القاعدة يعني بشرفني أسمع عن قصص نجاح لكن بالأساس إحنا هون اليوم نحكي عن الإشكاليات لأنه يبدو أن هذا القطاع متدرر بالفعل وبحاجة لتكاتف كافة الجهات الإعلامية والرسمية لمساعدته بالعودة إلى الفيديو والفغرافي الذي عرضته على الشاشة هناك برضو في رقم ملفت للنظر ويجب الوقوف عنده هو تراجع عدل بالعاملين بالقطاع الزراعي من العام 2013-2018 يعني بنفهم من هذا التراجع أنه ما بدي أحكي أنه تراجع اهتمام إلا أنه تراجع اهتمام الزراعة تراجع الاهتمام الرسمي بالعاملين بالزراعة بالقطاع الزراعي إضافة إلى سياسات الاحتلال يا شعب وأنه أنت تركت كل الوظائف وقررت أنك تكون مزارع هل ترى فعليا أن الحكومة الفلسطينية غير قادرة على دعم هذا القطاع إلى الآن؟ طلعي أنا أحمل درجة الماجستير هي استطاعت أن تأخذ بيدكم صحيح أنا أحمل درجة الماجستير بالضغطة والتنمية السياسية تمام؟ نعم ما وجدت في يوم من الأيام أن الحكومة الفلسطينية قدمت هذا الجهد الكافي في احتضان المزارع هناك جهد يسجل صحيح ولكن على سبيل المثال سنة 2020 هناك كارثة بشهر ثلاث حلت بالمزارعين كنت أنا المزارع الأكثر ضرا والأقل طعويضا وهذا مقبول بالحد الأدنى ولكن هناك مزارعين كثر لم يحظوا بالفرصة الكاملة حتى يستمروا بالإنتاج الزراعي وبالتالي أجبروا على الخروج من العمل بالزراعة والتوجه لصالح المستوطنات الإسرائيلية وهذا يدعم الاقتصاد الإسرائيلي على حساب اقتصادنا تمام؟ هذا بفسر تراجع الرقم من عام 2018 إلى عام 2013 النقطة الأخيرة بكل صراحة ووضوح وإذا بسمح لي معالي الوزير يجوابني عليها سريعا إلى صراحة على راسي شكرا الموضوع بروتوكول باريس معالي الوزير بروتوكول باريس الاقتصادي بند الزراع على وجه الخصوص والذي يتعلق بمهامك أنت لماذا إلى هذا لحد الآن ملتزم بتطبيق بنود بروتوكول باريس بالوقت للجانب الإسرائيلي غير ملتزم؟ لماذا هذا الالتزام بالطرف واحد أعتقد هذا السؤال تحديدا رئيس المزراء شخصيا يجب أن يجيب عليه شكرا جزيلا شكرا ستعاد صدرك شكرا تفضل أستاذ مساء الخير راسر عبد الرازي أهلا وسهلا لو سمعت مع الوزير كل الشكر والتقدير إليك بتقول عوضت 2019 وعشرين وهذا يعني إنجاز إنك عوضت بدنا نقول 90% نعم نعم عوضت الحكومة الفلسطينية الحكومة في عهدك حضرتك ممثل الحكومة يعني شخصي المقصود نعم التعويض الأساء في عنا طعويضات من 2013 إلى 2016 أقرت الحكومة وارتصد لعشرين مليون ومشكورة مديريات الزراعة في جميع الوطن رأعطت الأرقام الدقيقة 100% المديريات نعم لكن عندما مع الأسف يمجت على الوزارة إنها تقلصت لثلاثين في المية لأن المديريات لأنها تعاني المزارع ترى ما يعاني المزارع أعطت الحقيقة أما تقول أنها في الوزارة قاعدة على المكتب ما صارت تطلع شيء هاي الأرقام يعني لأنها مش عارف الشو اللي على الواقع فنزلوها لثلاثين في المية من الالفين وسبعتاش أسبب تعاوض المزارعين وهذا إنجاز وما هم أخذوا شي شيء ما أخذوا هم ما أخذوا عشرين في المية من المزارعين الليلو خمس تلاف وست تلاف وعشر تلاف من تحت السبع تلاف عوضوا إن الخسائر الكبير اللي مئة ألف ومئة ألف ولا مزارع أخذها لحد اللحظة نعم ومش مزارع واحد عشرات المزارعين أكيد حضرتك المعادلة صعبة جدا صعبة جدا نودها دعا تفضل حضرتك الأستاذ هون خضر عصي جمعية بيت لك يا مرحب ربما لتخصص ورقيات وأن الضرر كبير بالموسم حاليا يعني من جائحة كورونا وخصوصا تغيير المناخ والتقس اللي حصل نعم اللي احنا في خصوصا في خمسة عشر اتناعش لخمسة عشر واحد لأول مرة من خمسين سنة وأكثر من ستين سنة بكون الجو جاف وحام وفيش طول الأمطار ولكن يعني نحكي وتحملنا وزارة الزراعة خلينا نحكيها بين قسين الفاقد الشيء لا يعطي حجم الزراع عفوا حجم الزراعة اللي عم يستوى الوطن حجم كبير الضرر كبير 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 حجم التعويض قليل كليل جدا فبدنا نخرج منكم لوزارة الزراعة رسالتي احنا كمزارعين وممثل كطاع كبير من المزارعين هذه الشريحة الأصيلة بتمسك فأرضها وزي ما حكى زميلنا معاناتها من الاحتلال وغير الاحتلال واستغلال من التاجر كمان ومن أصحاب الوكلات اللي بيأخذوا وكلات من خلال الحكومة والوزارة لتدخيل سلع زراعية وبذور وغيرها من الخارج من كم من دول زي تركية وغيرها والأمور هاي كمان هذا ضرر على المزارع كبير علينا نقطة أخرى حضرتها نقطة أخيرة نحن منحكي المفروض يكون كلنا فريق واحد والتوجيه تخرج بزارة الزراعة من دور الإرشادي لدور التخطيط الاستراتيجي على صعيد الزراعي توضع خطة كاملة وخطة استراتيجية لتوجيه المزارعين ما يلزم السوق وكفاية السوق لا يعقل احنا في كرية بيتليكيا سوقنا يستهلك من النعنع لنفترض العشرة طون نزرع الخمسين طون لا يمكن نستهلك من السبانخ المئة طون نزرع الألف طون أنا بحكي عن أحصائيات ووراك معايا لحد الآن بخلال أقل من أربعين يوم عنا ثلاثمائة طون تم إتلافة يعني برأيك جزء كبير من الإشكالية عدم وجود خطة استراتيجية نعم بدور الإرشادي فقط مش كفاية مطلوب من وزارة الزراعة وإحنا كلنا فريق واحد ويكون توجيهات نقطة أخيرة ومهمة جدا إحنا بناش نحكي بس أنه في خلال وما بدنا نحكي أنه في عنا أذار شو الحل شكرا جزيلا لك تفضل أستاذ عباس مرحمة اتحاد المزارعين الفلسطينيين أهلا جزيلا بصراحة معظم الخسائر والأضرار اللي بلحق بالمزارع بغياب وجود نظام للتأمين الزراعي باعتقاد لو في نظام للتأمين الزراعي بحل معظم هذه الإشكاليات نعم سواء كان على كميات الإنتاج أو على التسويق أو على الأضرار اللي بتلحق فيه بوجود نظام وانت بدأت حلقتك مقدمتها بسؤال مع الوزير عن موضوع التأمين الزراعي أنا برأيي ما ينقص المزارع الآن أن يكون هناك نظام تأمين زراعي فعال الحكومة تتحمل مسؤوليته فيه ولا يجب أن يخصخص عن طريق القطاع الخاص لأن الزراعة مسؤولية الحكومة والأمن الغذائي مسؤولية حكومية نعم والتأمين يجب أن يكون الدول الأول فيه للحكومة في الرعاية لأنه يعتبر الحد الأدنى من شبكة الأمان التي نوفرها لحماية المزارع ومنتوجه إذا كان هناك استراتيجية واضحة فهي استراتيجية وزارة الزراعة واستراتيجية الحكومة بشكل عام واستراتيجية القطاع الزراعي لم يتم صياغتها فقط أو بنائها من وزارة الزراعة وإنما أيضا بع الشركاء وجزء منهم على هذا المدرج ولذلك لدينا استراتيجية وتم تحديثها بتصبح عام 2021 لعام 2000 و23 وتوجه الحكومة ووزارة الزراعة واضح تماما ما الذي سوف يلمسه المزارعون على الأرض من هذه الاستراتيجية باختصار شديد هذه الاستراتيجية قائمة على التعاون بين ثلاث أطراف الحكومة تمثلها وزارة الزراعة والقطاع الأهلي المؤسسات العاملة في هذا المجال والقطاع الخاص لذلك عندما أعلننا إطلاق العناقيد الزراعي وهي ستة في منطقة الضفة الغربية بنية هذه الخطة يعني العنقود الزراعي هو خطة تنموية بنية على خمس توجهات الجانب الأول هي تطوير الموارد الطبيعية بمعنى توسيع الرقع الزراعي عن طريق يعني استصلاح الأراضي ولدينا خطة عبر ثلاث سنوات بأن يتم استصلاح إشكالية تطبيق هذا المسروع على الأرض لا شغال معلش يعني الأخ في قلقيلي أنا بس بدي إحنا مضى عام على العنقود الزراعي في قلقيلي فقط بدي أذكر أرقام الصحيحة فيها إذا كان لا أولا خلال عام واحد استصلاحنا وأهلنا 1772 دنم في قلقيلي فتحنا 103 كيلومتر طرق زراعية في بلد وحدي اللي هي قلقيلي زرعنا 43 هو لم ينكر هذه الجهود هو قال أنها لا تكفي بس معلش معلش إحنا هذه الخطة مدتها ثلاث سنوات نعم كويس إحنا الجوهر هذه الخطة هي توسيع الرقع الزراعي طيب زيادة الأراضي المزروعة تقديم خدمات للمزارعين بس حب أعود لدور القطاع الخاص في هذه الخطة الاستراتيجية بالضبط القطاع الخاص إحنا شركاء فيه في أحد هون من الجمعية التسويق الزراعي في قلقيلي قبل تقريباً أسبوعين وقع اتفاق في مكتب وزارة الزراعة بين اتحاد الجمعيات وبين مؤسسة الجمعية جمعية يعني قلقيلي التسويق الزراعي نعم وبإشراف وزارة الزراعي وزارة الزراع على إنشاء أول بيت تعبئة متطور بقيمة 600 ألف دولار شوه بيت التعبئة؟ هذا اللي بيكون عبارة عن برادات بيكون خطوط للتعبئة خطوط للتدريج وأيضاً للتغليف ولذلك هنا بيجي دور القطاع الخاص بهذا الجانب البني التسويقي اللي بدي تولاها الآن سؤال سريع أبل ما أنتقل من القطاع الخاص لماذا يهاب القطاع الخاص بالاستثمار بالزراعة والمزاري؟ أنا أعتقد أنه في هناك توجه يعني هذه الصورة الآن مش موجودة أنا أعتقد أنه في توجه يعني أكثر من أي وقت مضى على هذا القطاع إحنا يعني جزء من المقابلات اللي عملتيها على الأقل مع شخص يعني الجميع يعرفوا يعني يعملوا في مجال التمور التمور ليست فقط عبارة عن شجرة يعني إحنا الآن عنا 320 ألف شجرة في أريحة والأغوار تمور من المجول وعنا على الأقل 5 إلى 6 بيوت تعبئة يعني وتغليف لهذا يعني صارت صناعة للتمور واللي بيعمل هذه المنشآت هو القطاع الخاص وليس الحكومي ولذلك القطاع الخاص يستثمر بهذا الموضوع الأبار الزراعي الموجودة في منطقة الأغوار ماشي الحال هو بالأساس بالأساس مالكينها هم الناس قطاع خاص ولكن الحكومي الحكومي دعمت هذه الأبار عشان هيك القطاع الزراعي والقطاع الخاص بالتحديد مطلوب أن يبدل القطاع الخاص جهدا كبيرا وأن يستثمر حضرتك نعود لقضية اتفاقية وبريتوكول باريس المداخلة من الحضور الكريم كانت أن الإسرائيليين لم يراعوا أي بند من بنود هذه الاتفاقية وقاموا بخرقها بالعكس عملوا ضدها كمان بيقومون بإذاء المزارعين وبتخريب أراضيهم وتقليع أجارهم وحرمانهم من المياه الجوفية لماذا نحن الآن متمسكين بهذه الاتفاقية يعني اتفاقية باريس الاقتصادية ليست للزراع على كل الاقتصاد الفلسطيني وهي اتفاقية ظالمية نعم وكانت عندما تم التوقيع عليها قبل أكثر من 20 عام كان الحديث يعني الفترة الانتقالية لمدتها خمس سنوات انتهت الفترة الانتقالية ولم تنتهي الاتفاقية وبالتالي الطرف الأضعف في هذا الموضوع هو الطرف الفلسطيني الذي لا يمتلك لا معابر ولا حدود ولا إمكانيات لتجاوز الواقع الاحتلالي الموجود ولكن السؤال هل بالفعل مطلوب أن يتم تجاوز هذه الاتفاقية نعم وهذا مطلب القيادة السياسية الفلسطيني ابتداء من سيادة الرئيس وانتهاء بأي حزب سياسي موجود ولكن وزارة الزراعة لا تستطيع لا تستطيع أن تلغي هذه الاتفاقية يعني هذا موضوع بحاجة إلى اتفاق بحاجة إلى رعاية دولية من أجل الخروج إلى من هذه الحالة نعم أستاذ صلاح أنتقل لحضرتك يعني لابد من الحديث أن هناك تفاوت في الإسعار في المحاصيل الزراعية ومنتجات اللحوم أيضا حول محافظات الوطن وأيضا أحيانا من داخل محافظة نفسها في منطقة ما يختلف السعر عن الآخر من المسؤول عن فكرة توحيد الأسعار يعني الحديث مع الحكومة الفلسطينية تحديدا وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة بقولوا نحن لا من صلاحياتنا حسب نظام السوق المفتوح لا نحدد الأسعار ولا نوحد الأسعار عشان هيك في محلين خضرة في رمالة يختلفوا الأسعار والخاسر الأكبر هو المواطن والمزارع المشكلة أنه يعني كمان حكينا مع وزارة الزراعة والأخ أبو أدهم موجود أنه بدنا نقلل الوسطاء بين المزارع والبستهلك الربحة الكبيرة بتيجي للوسيط بين المزارع والوصولها للبستهلك برأيك هل هناك شركات بالأراضي الفلسطينية تحتكر تجميع هذه المحاصيل الزراعية وتوزيعها على محلات الخضرة أو السوبر ماركتات أو الحسبة يعني إذا المزارع باع بشكل مباشر للمستهلك بتصير الأسعار عادلة ولكن دخول الوسيط الزراع هو اللي برفع السعر هدول تقليل عدد الوسطاء الزراعيين كان فيه مشروع عمل عليه دراسة من وزارة الزراع ووزارة الحكم المحلي كيف تطوير نظام الحسبة بصير محل نقطة تجمع فيه إمكانية لتبريد لتخزين المحاصيل بشكل أكبر وبالتالي رقابة الأسعار فيها ورقابة الجودة احنا في عنا مشكلة في السعر في عنا مشكلة في زيادة استخدام المبيدات الزراعية واللي هاي بدها شغل كبير من الوزارة الإشي الثاني هو غياب الرزنام الزراعية بمعنى أنه في محاصيل تنضج في شهر معين جوافة القمح المحاصيل المعينة بقية المحاصيل مش داخلة ضمن الرزنام الزراعية فهلأ يجينا على البطاطا بدنا نمنع البطاطا الإسرائيلية عشان نحمي المنتج الفلسطيني برأيك قائمة المنتجات التي أصدرت بها قائمة وزارة الزراعة لحمايتها هل تكفي؟ يعني هم بدوروا على الموسم أنه هلأ موسم اللمون والبطاطا تهريب الدواجم مثلا شغال على مدار العام بشكل كامل إذا بدنا نحكي عن التهريب هو معضلة كبيرة ولكن في النهاية هي مش بس مسؤولية الحكومة أنا ما بعثي الحكومة والضابطة الجمركية وجهات الرقابة الزراعية بس كمان فيه رقابة مسؤولية على التاجر اللي هو باستقبل هاي المواد المهربة يعني وعلى المواطن اللي بشتريها يعني أنا بعرف إنه هذا جاجم هرب اللي حكي عن العسل طب أنا لما أدخل سوبر ماركت في رمالو ألاقي عسل إسرائيلي نعم طب يعني هذا مش تدمير لقطاع النحل اللي موجود في البلد واللي فيه مستثمرين صغار وربات ويوز صاروا يعملوا صناديق نحل ويشتغلون نعم فهي التهريب الحليب المنتجات الإسرائيلية نوفل اللي موجودة وشترافز اللي موجودة ما هي هاي اللي بتخلي فائد الحليب نعم عملنا بعض الحلول إحنا واتحادت جمعيات المزارعين ومع الإغاثة الزراعية في بداية الكورونا نصقنا معك عن موضوع فائد الحليب من الأغنام واخذنا كل منتوج الجبن البلدية وصوقنا بشكل مباشر أستغسر من خضرتك نقطة أخيرة قبل العودة للأخ الكريم موردي المواد الأولية والأساسية كالأسمدة والأعلاف يمتنعون عن تزويد صغار المزارعين بهذه المواد خطورة هذا على المزارع وعلى الوضع الزراعي العام في فلسطين وعلى المستهلك بالنهاية إذا فقط بستلزمات الاستنتاج ما هو مش راح يقدر يكمل وبالتالي السوق بدي يصير كلمة أخيرة في هذا الموضوع الحل عندني الموضوع عند وزارة الزراعة الموضوع عند وزارة اقتصاد بتنفيذ قانون مكافحة منتجات المستوطنات لأن المزارع يستسهل يروح على المستوطن يشتري المبيض الزراعي والأسمدة وبقول لك أرخص وأقل سعرا فإحنا بالتالي ندخل مستلزمات إنتاج مستوطنات يعني مش بس يبشتل من المستوطن لو هناك تفعيل لقانون الضريب الـ 17% كم بروح بشتري الاسترداد الضريب مش راح يشتري من المستوطن لأنه ببرز فطورته وضامن أنه في الاسترداد الضريب وأنت في نص الحدث وأنت يعني جاي من صميم من أكثر بلد زراعية وحواليك جملة من المزارعين إيش مطالبك؟ أنا مزارع أصلاً يا نعم حضرتك مزارع أكيد مطالبك؟ مطالبنا؟ أنا قلت لك أول شي حماية السوق هذا رقم واحد لأنه إذا نحمى السوق أنا بقدر أزرع أي صنف بالدية لدينا في طوباص ثلاث مناخات مناخ الأغوار مناخ الشفاء غور ومناخ الجبلي لدينا الخضرة على مدار السنين نعم على مدار السنين من زرع خضرة من سهل الكفير لنهر الأردن يعني أنت كمزارع مصرع على فكرة أنه إذا في حماية للمنتج أنت تستطيع إغراق السوق الفلسطينية بهذا المنتج ونحن لسنا بحاجة أن نستجلب لا من إسرائيل ولا من غيرها أي مواد زرعية أخرى بحاجة لثلاجات نعم نحفظ فيها المنتج تبعنا لما يبكى فيه فائض في السوق نضبه لوقت يبكى ما فيش عندنا إنتاج ندخله على السوق شوفي البطاطا اللي في الشوالات هاي إذا تستطحي زر أو زرين تلكي من جواتها إسود في جوات الحبة فيه إشي إسود هاي بتشرب بياها عادمة بزرعوها للبكر نعم لما بيغل السوق عندنا هنا بروحوا بجيبوها وببيعوها للبشر يعني البطاطا الإسرائيلية اللي احنا بنشريها بالكياس فيه بطاطا نضيفة بس فيه بطاطا هي هاي البطاطا اللي تجربة على الحيوانات أي حبة تستطحيها أو بتلكي فيها نفة سواد ولو نمش صغيري هاي لا تصطح للأكل يعني هون كمان حضرتك في مساءلة صحية الحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني كمان مسؤوليتكم بهذا الموضوع وهذا يعني واحد من مسؤوليات وزارة الزرع التي تعمل عليها وبالفترة الأخيرة يعني تم اعتماد قانون وسيشكل هناك مجلس للغذاء يعني على المستوى الوطني برئاسة وزارة الصحة حتى بالفعل نعمل كجهد موحد وليس متفرق وسأنا عشان ننهي موضوعة يعني بقناعة موضوع السوق أولا شحنا يجب أن لا نبالغ كثيرا احنا لدينا مجموعة من المنتجات الزراعية كل ما نترح موضوع بتقول لي يجب أن لا نبالغ كثيرا بالضعط يجب أن لا نبالغ كثيرا احنا لدينا مجموعة من المحاصيل الزراعية الممنوعة دخولها على مدار العام يعني مثلا زيت الزيتون الزيتون بيض المائدي الدواجن العنب العسل يعني هذولا مثلا أننا فين اكتفاء ذاتي مطلق مئة في المئة ولكن يا إخوان فيما يتعلق مثلا في محصول البصل أو محصول البطاطا طبيعة المناخ اللي عندنا وتداخل المواسم أحيانا ما بيخلينا إحنا يعني نلبي حاجة السوق على مدار العام ولكن مطلوب بنا كحكومي كوزارة زراعة كشركاء في العمل الزراعي أن نوسع وأن نشجع هناك أساليب زراعة حديثة وأساليب لحفظ مثل الثلاجات هذه المحاصلة الزراعية أنا جايب جايب أحنا رح نسمعك مطولا بعوضة لكن معلش عمو عبرني لازم أنتقل إلى شأن تفضل أنا ببعد معاني الوزير بالنسبة للبطاطا والبصل إذا بيحميني ما يفتش من إسرائيل أكف السوق الفلسطيني قريبا سبعين في المئة من الحال هو الانفكاك عن السوق الإسرائيلية وتوفير بديل للمياه الجوفية التي تم سحبها من قبل الإسرائيليين لكن حضرتك والحضور الكريم ننتقل إحنا وإياكم كمان مرة للشارع الفلسطيني لمحافظة جنين وطباس للاستماع للمزيد من مقترحات هذه المرة وحلول من قبل المزارعين في تلك المناطق مشاهدين تابعوا معنا كمنطقة جدارية في الشي عندنا إمكانيات نطلب من وزارة الزراعة إنها كدش تقدر تدعم كثير في مزارعين بحاجة إنهم يزرعوا بحاجة إنهم يعملوا بس لسبب قلت الإمكانيات وإن شاء الله إنهم ما بيقصروا يعني أوعدونا أوعدونا وزارة الزراعة وللي بهتم بأرضه كمان بيقصروش بيعطوا أشتال واجهوا وزعوا شتلزتون اليوم برضو بالصدفة كمان اليوم وزعوا على المزارعين ومشكورين الجميع أكثر من شغلي ضبط الموجود في الأسواق ضبط المستورد تسهيل الإجراءات على المنتج المحلي ودخول إلى المحلات دخول إلى المحلات وشوفوا شو اللي موجود على الرفوف ومين المسؤول ومين اللي جابها وما هي الإجراءات المفروض اتباعها في سبيل القضاء على هاي الظاهرة مطالبنا دارة الزراعة إنها تعمل جنين عن كردي زي باقي المناطق تدعم المزارعين بالخزنات المياه خلينا نقول بيوت البلاستيكية كاملة اللي حول الواحد يوسع إنتاجه أو من خلينا نقول من بنوك استثمارية على أساس إنه ما تكون اجتداد فائدة عالي يعني مطالبنا اللي هي الاسترداد الضريبة أهم إشي ما يتأخر على المزارع هاي أهم إشي يعني يا ريت إحنا دورنا يعني بنكون بواجبنا كجمعية بنعمل شراء جماعي بنخفف العبع على المزارع كثير إن كان أشتال إن كان أزمدي المطالب اللي من وزارة الزراعة يعني هو تصويب التمويل اللي تشارك الجمعيات التمويل يعني اللي بتجزأ وأغلبه حاليا أقول لك ما إلو أثر من ناحية مثلا تنظيم يعني أنا قدمت خطة اللي أزرع فواكه مثلا اللي علميهم الأضرار والمنخفضات طبعا يعني مش كل منخفض أو أضرار تيجي تكشف عليه وزارة الزراعة بتمنى يعني إحنا عملنا صندوق درق المخاطر بس ما إلو أثر على الأرض حقيقة يعني ما احترام إلوه من رئيسه وكل موظفينه طب صندوق درق المخاطر صار يخصم برضو 30% من استحكاك المزارع طيب هاي المزارع بحاجة إليك طب ما شفناك إيش ما سمعنا عنك إنك تجي تدعمة مزارع يعني هذا اللي بتأمله إنه وزارة الزراعة إنها تكون بالدور الريادي اللي بنعحدها واللي بنطمح إنها تكون إلوه كمزارعين رجعنا لكم مشاهدينا لنتابع هذا الحوار ونستمع لأجوبة لكافة التساؤلات التي طرحها جملة المزارعين من محافظة جنين جمهوري الكريم أهلا بكم مرة أخرى نود الاستماع لكم وبالنهاية المايك سيكون والصوت الصورة لمعالي الوزير للإجابة على أسئلتكم تفضلوا تفضل حضرتك معان صوافطة مدير غرفة تجارة توباس اللي بدي أحكيه أنا كنت في يوم للأيام رئيس جمعية حماية مستهلك ومرت في تجربة كيف تكون رئيس جمعية حماية مستهلك وكيف المستهلك لما بسمع إنه كيلوا البندورة بعشرة شاكل بصير كل الناس يقولوا وين راحوا المزارعين وين راحوا مزارة الزراعة أكلوا لبلاد المزارعين مش عارفين إنه دونهم حماموت كامل بكون فترتها ملقت أربع بوكسات ولا تلت بوكسات لأنه الدنيا نعم تلجوا سقيعوا وبرد نعم هلأ هون أنا بتمنى بما إنه صلاح صديقي موجود على المنصة إنه يوضحوا للناس لما بتكون ما يهبوا في المزارع إنه يعذر المزارع هات دول ملكوسة في الشتوية بلقت أربع بوكسات أو تلت بوكسات نعم هون في عنا مشكلة عدم فهم وعدم موضوع بين المواطن والمستهلك وبين المنتج هلأ الإش التاني اللي بدي أحكيه إنه إحنا بنتحدث عن موضوع زراعي بحت المزارعتها يربح بدك تقلل له تكاليف الإنتاج اللي هي المواد العملية الإنتاجية إن كان شتل ولا بذور نعم ولا مواد أسمدة أسمدة وبدك توجدي له السوق وسيلة النقل كمان بدك توجدي له السوق الخارجي كمان أنا زي ما قبل شوي سألني معالي الوزير سؤال قال للبطيخ اللي بتنتجه الأغوار إحنا بدنا حماية للأغوار مش أكتر من عشر أيام أنا بحكي لك في عشر أيام كل سنة الأغوار الشمالية يعطيني حماية عشر أيام اللي بلقط فيها بأخذ سعر كويس وصبروش عليك بعدها يفتح السوق زي ما بدك للإسرائيلي ما عندي مشكلة أنا العام بعت مخال البطيخ مخال البطيخ في حسبة نابلس بمئة وسبعين شيكل في ملاي يقل عن ستين بطيخة راس بسموها الكبير نعم هون هذا الحكي ما بيوفي لا مع مزارع ولا مع سيارة اللي بتنكله ولا مع إيجار المخال ولا مع كميسيون الحزق طيب حضرتك خلينا نستثمر بالوقت ونحكي بشكل إيجابي أكتر الإشكاليات الثلاث اللي تفضلت فيها حضرتك برأيك إيش حلها؟ حلها إحنا في سنة السبعة وثمانين كانت فيه جريسكو الإسرائيلي ليش ما نشتغل زيهم؟ نعم ليه ما نتعلم منهم؟ طيب تعتقد أنه إحنا قادرين أنه نشتغل نفس الفكرة ونفس الطريقة أو إحنا بحاجة لعمل شراكة مع دولة عربية شقيقة مثلا؟ لا أنا بدي أفتح سوق عربي نعم بدي أفتح سوق عربي بس بدي أنه يكون عندي إخلاص من اللي بدي يجي يستثمر عندي في أرضي بده المزارع يكون أصلاً ذا ثقة فيه أنه يعطيه منتجه نعم إحنا بنعرف تجربة سينو صادعين في شركات التسويق وكيف فشلوا نعم أستاذ شكراً جزيلاً لك تفضل نعم مزارع من جمعية تعوينية للتسويق الزراعي كالكيلي أهلاً وسهلاً إحنا فيه شغلتين أساسيات يعني أنا حابب أحكي فيهن بالنسبة للأبار الارتوازية في محافظة كالكيلي يعني ربنا الله الواحد يحكي ضميره إحنا بنشكر وزارة الزراعة والمؤسسات القائمة على استصلاحها للأبار تأهيلها وإعادة تأهيلها بس فيه عندنا ضايل تكمل فيه أبار خلف الجدار مش واصلها كهرباء وهي تكلفتها على المزارع عالية جداً يعني ساعة المي اللي بيشتلع الديزل بتوصل فوق المئة وعشرين شكل على المزارع أي نقطة أخرى؟ واضح أنه في كل قطاع بالزراعة هو بعاني من المشكلة وبيحملوا مسؤولية للسوق بحاولوا مسؤولية للشركة ولكن بحقيقة الأمر أنه في مشكلة كبيرة يعاني منها المزارعين يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية من وزارة الزراعة لحماية هذا القطاع الكبير لحماية المزارعين لدعمهم نحن نشوف اليوم أنه نجمل الصورة نعملها كوزماتيكس ولكن ما في حلول واقعية على الأرض من حمل مسؤولية للتهريب والمؤربين المستهلكين الجمعية بتعترض على التجار ولكن بحقيقة الأمر نحن لازم لا نحط الاحتلال على العلاقة رغم أنه موجود وبيحاربنا ونحن نعرف أن الاحتلال بحاربنا وبيحاول أنه يعمل كل إشكاليات ابتداء من قضية العجول وغيرها وغيرها حتى وصلنا لليوم لازم يكون في حلول ناجعة شكراً لك آخر مداخلة سعد مساكم مؤيدة أبو خزران محافظة طوباص مزارع يا ريت من معالي الوزير يعني إحنا منعاني من شغلي أنه بيجي بحكوا عن أسعار الخضار أنه مرتفعة ماشي الحال يعني زي صندوق البطاطا اليوم بتراوح سعره في الأسواق من 20 إلى 30 شكل بتقدر تنزلوا وتشوفوا على الأسواق في الحسب وتشوفوها تعال عندك على بسطة الخضرة في رام الله أو في الكدس أو في الخليل بتلاكي يمكن سعر كيلو البطاطا بأربعة شكل أو بخمسة شكل المفروض أنه يكون في حماية من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد هي تكون يومياً في على اطلاع على الأسعار في الحسب وعلى التجار اللي بتبيع يعني إحنا بس بصيروا يحقوا أنه سعر القضرة نقطة أخرى حضرتك نقطة أخرى يا ريت يعني يكون عندنا حل لمشكلة الكهرباء اللي هي إحنا منشغل على الآبار الزراعية في المحافظة وزارة الزراعة عاملة برنامج للإستراد أنا بتسأل يعني في برنامج عنا عملت وزارة الزراعة برضو للنهوض بالثروة الحيوانية في بلدنا اللي نستغني عن الإستراد الخارجي بعد عدة سنوات ولا بلنا نظل إحنا في مرحلة الإستراد بس نعم فقط لا غير بلنا إيجابة مقنعة من على الوزير وأنا رفعت لك كتابة مع الوزير في هذا الخصوص كانت هذه آخر مدخلة لنا مع جمهورنا الكريم لهذا اليوم شكرا لكم جميعا معليك تفضل يعني ملفت للنظر أنه إذا ارتفعت الأسعار الحكومة تتحمل المسئولية وإذا انخفضت الأسعار الحكومة تتحمل المسئولية المسئلة الثانية يعني يجب أن نكون على قناعة مطلقة بأن أهم توجه كان لدى الحكومة منذ تشكيلها هي الانفكاك عن السوق الإسرائيلي وهذا يعني أننا يجب أن نحمل أسواق ولكن ليس فقط بالإجراءات الأمنية المطلوب أن يكون هناك خطة تنموية هدفها الأساسي توسيع الرقعة الزراعية وبالتالي يعني زيادة الإنتاج حتى يكون لدينا اعتماد على الأبات الآن وزارة الزراعة لديها في كل محافظة الخطة التنموية اللي جزء منها متعلق في البنية التصديرية أو البنية التسويقية الأسواق وإنشاءها ليست مسؤولية الحكومة نحن نحمل السوق نضع قانون ولكن الاستثمار يعني هو مستدفع الخاص كيف تحمل السوق وأنت حتى أسعار مش عامل أسعار كيف بتقول أنه قبضع قوانين وقوانين خاصة بالتأمين بالتعويض بالضريبة مش موجود بالأساس تماما تماما يعني عندما نقول أن جزء من الخطة الزراعية هي مثلا تنمية البنية التحتية مثلا في قلقيلي بضعتي مثال أو مثالين قلقيلي يعني منطقة الزراعة شبه الاستوائي ومنها الأفوغادو بزبط فيها ماشي الحال وبدأنا الآن باستثمارات وتوسيع الرقعة الزراعية عندما تم توقيع اتفاقية بإنشاء مركز للتعبئة بين اتحاد الجمعيات وجمعية قلقيلي تسويق الزراعي هذه كميتها 600 ألف دولار مين جابها؟ اللي جابها الحكومة الفلسطينية ووزاة الزراعة عن طريق الحكومة الكندية والفاو ولكن منحت 600 ألف دولار بلا مقابل من الجهة الأخرى لذلك إذا ما كانش عندنا بني تسويقية آخر جملة بدي أحكيها في التسويق وزارة الزراعة الفلسطينية وزارة الزراعة الأردنية أنشأوا شركة معلش للتسويق ولكن دخلت ظروف كورونا يعني أسسنا 50% من رأس مالها ولكن أجت الظروف الصعبة والآن متى ستواصلون العمل بهذه الشركة بدأنا بالأيام هاي باتصالات مع الجانب الأردني من أجل استكمال جميل من أجل استكمال بناء هذه الشركة الهدف من هذه الشركة الهدف من هذه الشركة هو بالفعل فتح أسواق خارجية للمزارع الفلسطيني نتمنى تعميم التجربة أيضا على العديد من الدول العربية قضية الشك البنكي بقيمة 50 ألف نار كضمان هل هذا عام؟ نعم هذا يجب أن يكون لماذا؟ إحنا لدينا فرصة أن نستورد 50 ألف خروف معفى من الجمارك لا يجوز لا يجوز أن أترك أن أترك الاستيراد لجهة غير قادرة على هذا ولذلك إذا صلاح قدم يستورد 5 ألاف خروف على سبيل المثال معفى وما استوردهن إحنا أضعنا على على السوق الفلسطيني 50 ألف خروف بلا جمالك ولذلك حضرتك أي اعتمادات إذا استمرت بهذا الشكل ستبقى كيلو اللحم في معظم محافظات 80 شكل والمستهلك الفلسطيني هو الذي يدفع ثمان شكرا لك لا لا هذا لحماية المستهلك الفلسطيني هذا الإجراء لحماية المستهلك الفلسطيني حتى ما يتركه حتى ما نتركه للمزاج أو للكدرة أو عدمها هناك إنجازات كبيرة جدا كبيرة جدا يجب أن نصلط الضوء عليها لأن هذه لا نقلل من أهمية هذه الإنجازات أكيد ولا نقلل من أهمية جهودكم وغير كافية وغير كافية سنستمر وفاعليتها أيضا لكن سؤال بكل أمانة هل تغيرت وجهة نظرك بجملة الإجراءات التي تقوم بها بعد هذه الحلقة لما استمعت له من الجمهور الكريم حتى أكون صادق معك أنا دائما على تماس مع الجمهور وأكبر من ذلك وبعرفوا الإخوان يعني بتعاملوا معك أخوية واضحة ونأتعامل معهم وبيعرفوا بدون تراتبية وأنا بسمع أكثر وهم يعرفون تماما الجهد الذي يبذل ولكن الأزم الأكبر نحن تحت احتلال نعم نبدأ الحلقة بإجراءات الاحتلال وننهيها بنحن تحت احتلال بعد هذه الحلقة حضرتك ما هي الإجراءات التي ترى أنها يجب أن تأخذ على الأرض وبأسرع وقت ممكن لنعاش القطاعات الزراعية المختلفة نحن لدينا استراتيجية وخطة نعمل عليها بدقة متناهية وبالشراكة مع كل الفاعلين في القطاع الزراعي أي ملاحظة سنأخذها بعين الاعتبار ولكن استراتيجية وزارة الزراعة واضحة لا لبس فيها لها هدف واحد زيادة الإنتاج خلف فرص عمل محاربة البطالي والانفكاك عن السوق الإسرائيلي هذه هي الوجهة التي نعمل عليها وهي واضحة ونجند نها كل الأموال باتجاه المصول والقدرات وكما سمعنا من العديد من المداخلات سواء في محافظة أريحة بالحلقة الفائتة أو في محافظة طوباص وجنين في هذه الحلقة من جملة المزارعين كانوا تواجدين الحل الأكبر 70% من الحل الإشكالية هو الانفكاك من إتفاقية باريس ومنع دخول البضاء الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية معالي وزير الزراعة شكرا جزيلا لك صلاحة صلاحة نية رئيس جمعية حماية المستهلك شكرا لك أبو خزران نائب رئيس في التجارة وصلاحة شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام حلقتنا لهذا اليوم على أن ألقاكم الحلقة القادمة في حلقة جديدة من ملف التجاري تابعونا إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى